مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الشيخ البصيري شيخ عاش في القرن السابع الهجري كان شيخ ورع ودايما بينضم وبيألف قصائد في مدح خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات أو في مرة من المرات أصابه مرض كبير جاله نوع من أنواع الشلم فبقى عنده عشم كبير جدا في ربنا وبشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام أنه يخف فراح كتب قصيدة البردة أو البرقة في ناس بسميها البرقة مش البردة كتب القصيدة وقعد يقولها ويدعي ربنا هو قال ده حكد دعيت وتوسلت لربنا أنه يزيح هذه العلة بشفاعة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ولما نام رأى في المنام أو في الرؤية أنه شاهد خير خلق الله وتبسم له النبي ومسه وأعطاه البردة أو العباية ومع هذه اللقطة من الحلم أو من الرؤية أفاق الشيخ البصيري وهو قادر يحرك أطرافه اللي كانت مريضة وعليل عشان كده بيقولوها البردة أو البرقة ومن يومها القصيدة دي هي أشهر قصيدة في المدح النبوي في الشعر العربي إنما مدح النبي لم يقتصر فقط على القصائد المنظومة اللي فيها قفية واللي جاية من بحور الشعر العتيدة لا مدح النبي كان دايما بيبقى بأشكال كتيرة بعضها بتبقى أشكال بسيطة وفلكلورية يمكن يبقى فيها في بلدنا مثلا ربابة وناي وطبلة ورئ والناس تمدح النبي وتصلي عليه طول الليل بطريقتها في ناس ثانية بتصلي على النبي وبتحتفل بيه من غير أي إقاع في ابتهالات بيبقى الصوت فيها طالع للسماء من غير أي آلة موجودة ومصاحبة وفي ناس بتمدح النبي بالدفة كل واحد وكل شعب وكل جيل بيمدح النبي بالطريقة اللي بتستهوي في جيل ابتدى يحب إنه لما يذكر النبي أو يسمع أغاني دينية ما تبقاش بالطريقة اللي نتكلم عليها دي لا هي الفلكلورية ولا هي الصوتية القوح ولا اللي هي بالدفوف هو بيقول لنا ليه ما سمعش مدح النبي في أغاني لحنها زي لحن الأغاني العادية مش عايزة أقول أغاني أجنبين ما أقول ألحن عاطفية يعني هي كلمات بسيطة ومشاعر عميقة بس في صورة ألحن زي الأغاني اللي بتتغنى موسيقى